اشتركوا في القناة الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوة الكرام النهاردة مش هنتكلم عن تفسير احلام معينة لكن هنتكلم برضو عن تفسير احلام في قضية كتير من الناس كل الناس بيعانوا منها وبيسألون فيها ما سبب ده العنوان ما سبب تكرار الرؤية هو انا فيه رؤى بتتكرر عليها ليه ده معنائي اولا من الممكن لازم يعني اتوسع في الموضوع شوية من الممكن ان يكون فيه ضغوطات في الحياة فانا ممكن بسبب الضغوطات دي انام واشوف اشياء خاصة بالواقع وده معظمه بل كله بيكون اضغاص احلام والعقل البطن شغال عندي ده مبدئيا طيب من الممكن وده بقى خاصة بالرؤى خلاص خلصنا من حلم من اضغاص الاحلام والعقل البطن نخش بقى على الرؤى من الممكن ان يكون فيه شر قادم اليه وربنا سبحانه وتعالى بعد فترة بعد فترة بعد فترة عمالي يديني بقى نظير انزارات 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 تحذير خلي بالك خلي بالك خلي بالك عرفتنا ان الرؤى بتكرر علي فالرؤى ممكن تتكرر علي ده بسبب ضغوطات الحياة ومشاكل الحياة والعمل واوة ودائما اضغاص الاحلام بكلها علاقة بامر في الواقع ان انا عندي مشكلة فبنمح لها في المنام ده حديث نفس لكن ممكن يكون فيه خطر قادم اليه في المستقبل يقوم ربنا سبحانه وتعالى يدين رسالة وممكن يكرر الرسالة دي علي اكتر من مرة عشان انتبه ماه الرؤى التعذيري ربنا بالدال عشان انتبه اما بقى ان انا اصلح الامر ده لو انا فاطنتي اليه وفهمته او ان انا ادعو الله تبارك وتعالى واكثر من الدعاء انه يرد هذا البلاء ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم علمهننا ان الدعاء بيرد البلاء ومن الممكن ان يكون فيه مشكلة خاصة بالنواحي العاطفية ويجب على الرأي حلها سواء اذا كان ما بين المخطوبين او سواء ما بين المتزوجين او حتى ما بين الناس اللي بيحبوا بعض ونفسهم يرتبطوا ويتزوجوا واحيانا من الممكن ان هي بتكون الرؤى بتكرر علي ان انا شخص ضعيف الشخصية وما عنديش القدرة لتخطي الازمات والعقبات وما عنديش القدرة للوصول خلي بالكم موضوع ده مهم جدا موضوعنا بتكلم في الفيديو ده مهم جدا وما عنديش القدرة للوصول للاهداف والطموحات وما عنديش القدرة لتخطي الصعاب فربنا بيدي لي اكتر من مرة نفس الرؤية تتكرر علي علشان بيقول لي واجه مشاكلك لازم تواجه مشاكلك ولازم تاخد قرار ركزوا معايا في الموضوع ده مهم جدا وحيانا تأتي الرؤية ان انا بشوف مثلا رؤى فيها هلوسة مش حديث نفسه بقى هلوسة بسبب اخذ ادوية ممكن الادوية كلها علاقة بالموضوع ده اه ممكن طيب طيب يبقى انا النهاردة عرفت ان انا ممكن تأتيني رؤى هي هي وتتكرر علي عرفت ايه اللي ممكن يخلي رؤى تكرر علي اكتر من حاجة فانت دلوقتي ممكن تشوف نفسك او انت تشوفي نفسك هل عندك مشاكل في الحياة فانت بتعالجيها في المنام تلأضغص احلام انت مريضة وابتاخدي ادوية كتيرة خلاص دي هلوس ادوية نرجع بقى للمهم ان انا ممكن عندي يكون مشكلة وربنا بيديلي اكتر من مرة نفس الرؤية علشان اوجه المشكلة او عندي مشكلة عاطفية او ان انا مثلا عندي تحذير من شر قادم فبيدالي اكتر من مرفع علشان انتبه انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته